برنامجكم رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض في هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى عن سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدلهم في أخلاقهم في طاعاتهم في قرباتهم إلى الله عز وجل في سيرهم حتى نقتدي بهم ونعرف سيرهم وكيف تقربهم إلى رب الأرض والسماوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الناس أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابه الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم اليومي رجال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم و لازم نتكلم عن قصة هذا الصحابي و هو كعب بن مالك الأنصاري و كيف قصته من ابتداء البلاء و كيف ابتلاه الله عز وجل إذ أنه لم يذهب و يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إليه أنه ليس له عذر فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق فاذهب حتى يحكم الله لك بعد ذلك ما كان منه إلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم و أمر جميع المسلمين بمقاطعته فلا يتكلم معه أحد حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فلا يرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه ثم قاطعه الناس حتى تسور ذلك الحائط الذي حائط بن عمه و قتاده و أحب الناس إليه لأنه لا يفتح له الباب و يسلم عليه فلا يرد فقال أنشدك بالله ألا تعلم أني أحب الله رسوله فما كان منه يرد فارد عليه ثلاثا فما كان منه أن يرد فقال الله و رسوله أعلم ثم بعد ذلك يقول ضاقت علي الأرض بما رحبت قال و إذا برجل نبطي من أنباط الروم يقول أين كعب المالك فأشاروا إلي فأتاني فإذا به كتاب من ملك غسان فإذا به أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك و لم يجعلك الله في دار هوان أو مضيعة فالحق بنا نواسك قال فعلمت أن ذلك أيضا من البلاء فأخذت هذا الكتاب فيممته التنور قال بعد ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد فات لي أربعين يوما أمرني أن أفارق زوجتي و أجعلها عند أهلها فقلت أتأمر أن يطلقها قال لا بل اجعلها تذهب إلى أهلها و هذا أيضا من البلاء فجلس بعد ذلك خمسين ليلة ثم نزلت هذه التوبة و رج هذا الفرح بأرجاء المدينة و يسارع الجميع إلى كعب بن مالك للبشرى به إلى كعب قال سمعت صوتا صارخا أوفى علي من جبل سلع بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر يقول كنت أصلي على سطح منزلي قال فما كان مني إلا أني سمعت ذاك الرجل يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا و عرفت أن الله فرج عني و أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علي حين صلى صلاة الفجر قال فسمعت رجلي صارخ و يقول و يركض و رجل آخر يأتي بهذا الخيل يريد أن يبشرني انظر إلى المدة محسوبة في اليوم و الساعة فلا يبدأ بعد هذه المدة المحددة إلا بهذا التوبة فالله عز وجل ذهب الناس يبشرونه و ذهب قبل ذلك صاحبي بذلك مبشرون و جاء رجل إلي يركض و جاء آخر بفرسه و ساعة ساع كلهم يريدون أن يبشرونه بعد ذلك فكان أسرعهم من كان بالصوت فهو أسرع من من كان على فرسه الذين كانوا لا يتكلمون معه الآن يسارعون في إبلاغه بالتوبة و هذا كله أيضا من حبهم لكعب بن مالك و من فرحهم بأنهم يبلغونه أن الله عز وجل قد تاب عليه قد أذن له بالتوبة فرضي الله عز وجل عن صحابة رسول الله كانوا متوادين متعاطفين متراحمين فيما بينهم كذلك لما جاء في بياني أن الله عز وجل قد تاب على كعب المالك فهذا رجل دفعه حبه لأخيه المسلم كعب بن مالك الأنصاري أن يصرخ من فوق ذلك الجبل و آخر يركب الفرس قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني لأن الله عز وجل تاب علي قال نزعت ثوبي قال فكسوته إياه ببشراه يعني عطيته البشارة و الله لا أملك غيرهما يومئذ و استعرت ثوبين فلبستهما و رغم أنه لا يملك إلا الثوبين و مع ذلك قال له القائل في البداية حبسه برداه و النظر في عطفيه و برداه يعني الرداء و الإزار مما يدل على حساسيتهم تجاه متاع الحياة الدنيا جعل كل ما يلبسه و ما يملكه هدية بأجل أن يبشر قال و انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنئك توبة الله عليك فرحت الجماعة فرح الصحابة بتوبة الله عز وجل على أخيهم و حبيبهم الذي كانوا لا يستطيعون الكلام معه خمسين يوما و هم الآن يلتقيونه فوجا فوجا و بعد الجفاء و الجفاف تفجرت ينابيع الحب و الفرح بهذا الصحابي الجلي رضي الله تبارك و تعالى و لقد اكتملت هذه التجربة التربوية بلا زيادة و لا نقصة لأنها لم تنتهي حتى التزمت الأمة بحكم الله عز وجل في كعب فتمت بعد ذلك المقاطعة كعب و المسلمين جميعا بصورة دقيقة للغاية و يدل أي ذا ذلك على موقف ابن عمه ابن عم كعب أي ابو قتاده ابن عمه و حبيبه حينما قاطعه كعب و كذلك مقاطعة كعب لزوجته فيعبر كعب عن حالته كما عبر القرآن تبارك و تعالى قوله عز وجل و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم و لا يكون تفسير هذه للآية إلا ممن مروا بهذه التجربة و لذلك يقول كعب فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تبارك و تعالى لنا حين ضاقت الأرض علي و ضاقت نفسي و ضاقت الأرض بما رحبت نزلت هذه التوبة انظر إلى هذا البلاء العظيم يمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين و لكن انظر إلى قول أيضا امرأة هلال بن أمية يعني يزيد الأمر فيه تفسير قال فعندما جاء الأمر إلى هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك جاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خاتب فهل تكره أن أخدمه فقال لا و لكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شي و الله ما زال يبكي انظر إلى هذا البلاء ما زال يبكي منذ كان من يوم أمره ما كان إلى يومنا هذا و هو يبكي انظر إلى كيف كانت قلوبهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم و ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فعندئذ جاءهم هذا الوحي و نزلهم بإذن الله عز وجل توبة الله عز وجل لهم فرضي الله تبارك و تعالى عنهم و أرضاهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر